اشتركوا في القناة وهل كتير مرتبطة بالرياضة وهل تنصح أيضا مرضاكي بالرياضة؟ طبعا في علاقة جدا قوية بين الرياضة وحالة المود وتحسن المزاج لعوامل مختلفة والعامل الفيزيولوجي أن الرياضة بتفرز هرمونات وتفرز مادة الاندروفين اللي هي يسميه هرمون السعادة وكمان بتفرز الهرمون اللي هو يعالج من حدة الاكتئاب فهذا شيء ما يقدر نذكره أنه عامل طبيعي في الفيزيولوجيا والشيء الثاني اللي هو النفسي ما حد يقدر ما يكون قلقان عنده مشاكل في الشغل مشاكل في البيت فهذه كل المشاكل بتخلي الانسان يكون عنده أفكار سلبية الأفكار السلبية هذه لو الواحد تعمق فيها حيدخل في دائرة حيصير حلقة بينه وبين نفسه بزرق فهتسبب مشاكل كتير منها عقد منها عدم ثقف في النفس تحبيط فهذه الرياضة بتكون مشتت لهذه الأفكار السلبية من أكثر الأفكار اللي بنسمعها ومن المعلومات اللي وقاية تعتبروها خرافة أو قاية تعتبروها معلومات صحيحة ومعلومات مغلوطة واختلفوا للناس والعلماء فيها حكاية أنه علماء الواتساب تحديدا فيها أنه يقول لك الرياضيين لا يصابون بالاكتئاب إحنا نعرف ماذا صحة هذه المعنوة بس الأسباب كثرت تقول لك لأنه الواحد يخرج عن هذا يغير جو أو غيره لكن سمعنا برضو معلومات ثانية عن إنزيم الدوبامين نبقى نعرف إيش ماذا صحتها وليش ما بيتعرضوا للإكتئاب الرياضيين وشوف في دراسة سووها على مجموعة من الأشخاص أشخاص بيمرسوا الرياضة وأشخاص بس بياخدوا اللي هي مضادات الاكتئاب الانتدوميسن شافوا أنه اللي بيمرسوا الرياضة بتنزل حدة الاكتئاب نفس اللي بياخدوا الأدوية لكن المثير والحلو في هذه الدراسة أنه بعدما شافوا المرضى واللي تابعوهم حالاتهم الانتكاسة للناس اللي كانوا بيمرسوا الرياضة سواء مع الأدوية أو لوحدها كانت جدا قليلة بالنسبة للناس اللي كانوا معتمدين بس على الأدوية طب روان بالنسبة لك يعني بيجوك كثيرا من المرضى عندهم اكتئاب عندهم حالات نفسية ونصحتيهم بالرياضة هل لقيت الفيدباك اللي أنت كنت منتظرته من هدولي الأشخاص ولا كانت في عوامل أخرى غير الرياضة ممكن تساعد في إبعاد الاكتئاب وتحسن الحالة النفسية طبعا هي تحسن الحالة النفسية عوامل كثيرة يعني نحن نتكلم على الويل بينغ عموما أني أنا أكون راضي أو سعيد فجزء منها الرياضة نعم أو الحركة أو تغيير الروتين اليومي اللي هو بيسبب لي الاكتئاب بسبب لي أنا أدخل في هذه الحلقة من الأفكار وأنني أنا ما بعمل حاجة الرياضة ممكن كمان تعطي للأشخاص اللي يكون عندهم اكتئاب أهداف بسيطة أوصل لها وما ندر كمان ما أجي أقول لأحد مارس الرياضة يحشوفها شيء كبير إنه أنا حدخل نادي أنا مثلا في سيدات يعني الأعذار إنه لا حروح ما عندي سواق فممكن الحركة إنه أنا أدخل روتين الحركة في يومي مو شرط إنه أنا أروح نادي ولا أمارس رياضة معينة سأكون أكتر تفصيلاً هل هي الحركة ولا تغيير المكان ولا على حسب تفكير كل واحد نفسيتي هتتغير لأنه ينفرق إذا كان الحركة يعني أنا أي مجهود ممكن يغير نفسيتي ويفرز انزيمات ويخليني سعيد أو تغيير المكان أو على حسب كل واحد كيف مختلع هي كلها مع بعض كلها مع بعض هي كلها مع بعض هي عوامل عدة يعني أنا ما أقدر أقول واحد مكتئب كلينيكلي دي بريس وأقوله سوى رياضة هتتعافف فهي عوامل عديدة طب رواني يعني الجانب الاجتماعي جداً مهم وضروري خصوصاً للبنات أكثر من الشباب الشباب ما عليهم يروح النوادي لحالهم وما يصير فيهم شيء مستعدين يروحوا كل يوم ولكن نحن السيدات عندنا يعني مشكلة في هذا الموضوع لازم يكون فيه جمعات وطلعات وروح مع بعض وترابط أصحاب أو زوجين أثناء ممارسة الرياضة هل هو عامل أساسي نقدر نقوله عند الشباب والشابات ولا ممكن يكون عامل ثانوي هو الصراحة عامل أساسي بس موش رضي من يكون إيجابي يعني فيه كتير أزواج فيه يجوا مثلاً عندنا في قسم الإرشاد النفسي بس يكون عندها هي بتشتكي إنه زوجها بيقضي تاتة أربع ساعات في النادي وهي بتكون بعيدة عنه أو هي مثلاً أو هو بيشتكي إنه هي طول الوقت بتمارس أنواع الرياضة فحلو إنه يتمارسوا الرياضة مع بعض يعني على حسب ميولهم وعلى حسب شخصية يعني فيه ناس يحب الرياضة اللي تكون فيها جانب اجتماعي رياضة يعني كورة أو أني أنا أروح جيم وفيه ناس شخصيتهم مهم اجتماعية فما أقدر أجبرهم إنه والله لازم تطلع تروح نادي أو تروح لعبة جماعية ممكن أنا أمارس الرياضة أو الحركة في بيتي بين أطفالي يعني على حسب الشخصية حلو طب زي ما يقولوا وقعت المشكلة أو المشكلة في نفس الحل اللي إحنا نبغي إحنا قاعدين نقول إنه الرياضة هي الحل طبعاً وقعت الناس يكون مشكلتهم في نفس هذا الحل يعني بسبب إنه وزنه زائد أو ما قدر حقك حاجة معينة بيكتئب زيادة فهي الآن أصبحت دبل في الاكتئاب إيش المفروض أنا أسوي هنا لازم نلعب إنه إحنا تغيير مفاهيم أيوة يعني نحنا اللي هو التوقعات اللي أنا عندي توقعات معقولة يعني أنا تدخل هنا اللي هي نظرة الإنسان لجسمه فإحنا هتا هذا إحنا بنحاربها إحنا ما نبغي المجتمع والبنات يكون تفكيراً إنه والله أنا لو لعبت رياضة وصير جسمي بمنظور معين أنا حتكون نفسية حلوة ممكن العكس كمان طيب ممكن تسبب نتيجة عكسي لإني أنا حاطة توقعاتي ومشاكلي كلها هتنحل إذا أنا لعبت رياضة وصيرت للوزن المثالي أيوة إذن لهذه يعني يعني يخلي الواحد لازم إحنا نحن 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 وتكون أهداف معقولة وأنا أشياء أقدر أقيس نجاحها في حياتي يعني ما أحط لي هذا أني أنا أنزل وزن غير معقول في فترة قصيرة أو جسم المثالي عادي أنت جون في يوم تسعة أشهر رمضان أو تلاتين رمضان بزرح هتلاقي كيف أنحف يوم واحد أكيد طبعاً طب روال يعني نقدر نخرج من الموضوع هذا كله أنه السعادة اليومية ممكن نحن نلاقيها في الرياضة صحيح؟ السعادة طريق وليس أهداف يعني أنا في كل شيء بأسويه حيكون فيه سعادة أنا ممكن أسوي رياضة وما أكون سعيد صحيح؟ هذا اللي كنت أقوله يعني أنا قلتك صحيح ومنتظر ردك لأنه حقيقي كثير مننا وبنات كثير عارفين أنه بيبحثوا كثير عن السعادة ومو لقيناهم ممكن يكونوا أكثر ناس رياضيين في حياتهم ولكن غير السعيديين صحيح؟ فمو شرط أنه نلاقي السعادة في الرياضة ممكن نلاقيها في شيء كثير من حالنا أهم شيء أننا نبحث عن هذه السعادة بتمعن يا جماعة بتمعن ريحكم؟ السعادة في التوكليت سعادة في الأكل بس السعادة في الأكل سعادة في الأكل سعادة في الحلقة تانية لأنه ترى في ناس يسمونهم إيموشنال إيترز أيها ممكن أكون أنا أحد الأمثلة اللي تقوه صراحة في هذه الحلقة لأنه ونتكلم عن الناس اللي بيأكلوا بسبب حالتهم النفسية أكيد طبعاً ورح نبحر في هذا الموضوع كثير ونشكرك روان بنتجي على تواجدك اليوم معنا في ساعة سببار شكراً لكم وولي الشرف غلبناك معنا في الأفكار المغلوطة والأطيك العافي الله يسعلي الله يعافي نهاية الحلقة وصلنا إلى حكام الحلقة خلصنا بسرعة كده كده يعني أن نتكلم عن الموضوع صراحة جداً مشوق يعمل لبررامج هاشتاك ساعة شباب موجودين نبني أعرف إيش رأيكم في حلقتنا وإيش عندكم من الأفكار ممكن نضيفها للبرنامج أكيد رح نشوفكم بكرة في نفس الوقت وكذا أقول لكم فمان الله معكم أنا لم يأغالب أنا كنت معكم طرات سندي أخبرى سندي له اشتركوا اشتركوا في القناة